كما قال تقرير الخارجية الأمريكي أن النظام المالي في قطر استغل لتمويل الإرهاب مؤكدا أن إيران تصدرت العالم في مجال رعاية الإرهاب بدعمها جماعات تابعة لها بهدف زعزعة الاستقرار والأمن في العراق وسوريا واليمن تقرير الخارجية الأمريكي حول وضع الإرهاب حول العالم هو أهم وثيقة حكومية أمريكية سنوية لرصد النشاطات الإرهابية حول العالم هذا الرئيس وإدارته يرسلان بهذا التقرير موقفا قويا وواضحا لمصادر الإرهاب في العالم ستشهد المرحلة القادمة إجراءات أكثر حزما في هذا المجال هذا العام ألقى التقرير الضوء على استمرار إيران بدعم الإرهاب وواصفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم سياسة الرئيس ترامب الخارجية قوية وواضحة المعالم يمكن رصد ذلك من استهلاله عهده بزيارة الرياض وحضوره قمتها وما قاله هناك ثم مروره بالشرق الأوسط ثم الفاتيكان هذا هو التقرير الأول في عهد الرئيس دونالد ترامب التقرير نص على استمرار إيران بدعم ميليشيات في العراق والسوريا ودعم حزب الله اللبناني وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت مجموعة عقوبات ضد أفراد وكيانات إيرانية يوم أمس لاتهامها بدعم الإرهاب وضع تقرير الخارجية الأمريكية السنوي إيران إذن في طليعة الدول الداعمة للإرهاب تحدث أيضا عن الخطر الذي يشكله تنظيم داعش وتنظيم القاعدة على الأمن القومي الأمريكي والسلم العالمي لكنه تحدث عن انخفاض عدد الهجمات الإرهابية بين عامي 2015 و2016 رافد جبوري الإخبارية واشنطن